إلى ذلك قدمت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مبلغ سبعين مليون دولار مناصفة بين البلدين الشقيقين لدعم رواتب المعلمين في اليمن وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة اليونسيف لتقليص فجوة رواتب المعلمين مما سوف يسهم في توفير رواتب 135 ألفا من الكوادر التعليمية وسط ما يعانيها الشعب اليمنية الشقيق من ترد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي أثرت بشكل سلبي على حياتهم اليومية بسبب عدم استمرار تسليم المرتبات الشهرية لبعض الفئات العاملة بالمجتمع أعلن عن ذلك معالي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة المستشار بالديوان الملكي السعودية المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية